بسم الله الرحمن الرحيم Lektion 34 لدينا تدريب Wir haben eine Aufgabe التدريب الأول تبادل الحيوار مع زميلك كما في المثال المثال Beispiel أين تصلي الجمعة Wo betest du das Freitagsgebet? Oder den Freitagsgebet? Das war es Jedes Mal verhäß ich das, subhanallah أصلي في المسجد الكبير أصلي في المسجد الكبير Ich bete في einer großen 간 desta أين و أين تصلي أنت و صلي في المسجد الكبيري أيضا اشتبه أو أين في المسجد الكبيري ننزل إلى الأسفل هكذا الآن دورك الشيخنا الفجر ومسجد وعمر إن ich jetzt sagen möchte wo betest du das Freitagsgebet was sagt man nochmal das Freitagsgebet tut mir leid ich habe jetzt gerade bemerkt, dass wir Fajr benutzen müssen wie du es gesagt hast aina tussalli Al-Fajr طيب الجواب jetzt die Antwort aina tussalli aina tussalli Salatul Al-Fajr fii fiiil Masjid Al-Amar fiiil Masjid Al-Amar fii Masjid Al-Amar unatike unatike aina tussalli Al-Amar das ist schon bestimmt wenn man sagt Masjid Al-Amar aina tussalli Salatul Al-Fajr wo betest du das Duhur Gebet und die Antwort lautet aina tussalli fii Masjid Al-Amar ich bete in der Bilal Masjid was heißt Antwort auf Arabisch also ich weiß auch nicht was Frage aber heißt leider okay Frage heißt Suel Suel und Antwort Jawab Jawab okay also Suel Sin Hamza auf einem Wow und dann Elif und dann Lam Suel und Jawab Jim Wow Elif und Ba Jawab طيب jetzt haben wir Svaito Al-Thaniye für Anahe Al-An Al-Thali-Fa Al-Ashra Wa Masjid Uthman Aina tussalli salatul Al-Ashra Aina tussalli salatul Al-Ashra fi Masjid Uthman Mumtast صح طيب Al-Maghrib و Masjid Ali Aina tussalli fi Aina tussalli Aina tussalli salatul salatul maghrib Uthalli salatul maghrib fi Masjid Ali Hier muss ich etwas korrigieren und zwar Aina tussalli salatel salatel uthallu ana uthalli also der Subjekt ist ich und dann erbeten das Verb und dann salat accusativ mefu'ul bih Aina tussalli salatul maghrib fi Masjid Ali Aina tussalli salatul maghrib usalli usalli salatul maghrib salatul maghrib fi Masjid fi Masjid Ali Ali Mamentas Soh Soh طيب الجمعة ومسجد طارق أين تصلي صلاة الجمعة أصلي صلاة الجمعة في مسجد طارق وأنت أين تصلي الجمعة أين تصلي صلاة الجمعة في مسجد الرسالة أصلي صلاة الجمعة في مسجد الرسالة أصلي صلاة الجمعة في مسجد الرسالة ممتاز أحسنت طيب الآن التدريب الثاني أجب عن الأسئلة مستعينا للصور أجب عن الأسئلة كم فن جواب وأسئلة فن سؤال أصلي صلاة الجمعة في مسجد الرسالة مستعينا من إياك نعبدو وإياك نستعين أحسنت في مسجد الرسالة أصلي صلاة الجمعة في مسجد الرسالة ماذا يفعل أحمد؟ ماذا يفعل أحمد؟ أحمد يقرأ القرآن؟ نعم، ممتاز. طيب، الآن، الثاني، ماذا تفعل البنت؟ البنت heißt Tochter oder Mädchen؟ ماذا تفعل البنت؟ ماذا تفعل البنت؟ أحتي ماذا تفعل البنت؟ أحتي ماذا تفعل البنت؟ لكن بماذا تفعل البنت؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ت行يرني لت نشتركوا في القناة تقنسو 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 التكنسو تقنسو تقنسو أعاد لأسه سوى عقدة هناك زيادة وقضت ولكن تعقيدة legacy يمكنك من ما يتحدث وهذا ويمكن من سيطان يمكننا إسعاد إيمن لاحق لكن في فقه يوجد صحيح و صحيح حسنا حسنا نقمي ماذا يفعل الرجل؟ ماذا يفعل الرجل؟ 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 所以、 الرجل؟ بان شرعة صhnlich some الرجل واحد واحد, mieux January الرجل؟ الرجل؟ الرجل يصل ل الرجل يصل ل يصل ل في المسجد ممتاز واحد رجل اثنان رجلان ثلاثة رجال رجال ومن سيقول الرجال يصلون يصلون الرجال يصلون في المسجد ممتاز طيب الآن ماذا تفعل فاطمة فاطمة تلفاز فاطمة فاطمة تشاهد التلفاز ماذا تفعل خديجة ماذا تفعل المسجد المترجم الى 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 الم خدية خدية ترسل الملابس ممتاز صحيح ماذا يفعل محمد محمد يرسل محمد محمد يرسل الاطباق الاطباق يعسل الاطباق محمد 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 معنى محمد الاطباق هات جملا كما في المثال المثال يقول أستيقظ مبكرا اجتيها فريو اوف لدينا مبكرا فريو متأخرا الساعة السابعة الساعة الخامسة الساعة الرابعة الساعة السابعة ok wir haben jetzt mit مبكرا schon einen Satz gemacht also der Beispiel oder das Beispiel الان متأخرا wie kann ich einen Satz mit متأخرا machen يمكن أن تسيقض مؤخرن تسيقض مؤخرن تسيقض مؤخرن وإن أتفاضي يمكن أن تسيقض مؤخرن Also Name war glaube ich also er schläft und wenn ich sage ich Eine Enamung Mutter Ich schlafe sehr spät Kannst du noch sehr hinzufügen أرد أن أعلم لقوة أصدق طلب نحوه أكثر حق أعلى أعلى في هcken أعلى في عرب ي هذا أيضا أيضا أصدق 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 أيضا أصدق أني مpit أني محتوى أصدق 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 أيضا أصدق طيب أنا متأخيرا جدا نعم أنا متأخيرا جدا أنا متأخيرا جدا zum Beispiel ich gehe zur Schule um 7 Uhr okay أنا أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة طيب kannst du einen Satz mit الساعة الخامسة sagen oder soll ich noch ein Beispiel geben أذهب إلى المدرسة الساعة السابعة الآن الساعة الخامسة okay ein Beispiel ich lese ein Buch okay أنا oder أقرأوا أقرأوا كتابا الساعة الخامسة أقرأوا كتابا كتابا أقرأوا كتابا الساعة الخامسة ممتاز الساعة الرابعة zum Beispiel أنا أشاهدوا أشاهد التلفاز الساعة الرابعة ممتاز أحسن ننتقل إلى تدريب الرابع أكمل الحوار أكنسا في الديالوج في الثوية بازون الشخص الثاني يقول أستيقظ عند الفجر كيف السؤال بإستفقاظ أستيقظ عند الفجر أستيقظ ممتاز نعم أستيقظ عند الفجر ممتاز طيب أصلي الفجر في المسجد كيف يكون السؤال أصلي الفجر في المسجد كيف يكون السؤال أصلي الفجر أستيقظ عند الفجر أصلي الفجر هل تناموا بعد الفجر لا لا أناموا بعد الفجر jetzt hier hat man das ganz offen gemacht zum Beispiel wenn ich sagen möchte was machst du nach dem Gebet ماذا تفعلوا بعد الصلاة hast du schon eine Antwort parat أقرأ القرآن بعد الصلاة الفجر ممتاز wenn ich sagen möchte ich lese die Zeitung ok بعد الصلاة الفجر أقرأ الصحيفة ممتاز أقرأ الصحيفة أو بعد الصلاة الفجر أقرأ الصحيفة طيب الآن ومتى تذهب und dann die Antwort الساعة الرابعة ومتى تذهب تذهب إلى البيت مثلا نعم أذهب إلى البيت الساعة السابعة أقرأ الصلاة الساعة السريعة أقرأ رابعة جزك richtig هل تذهب بالسيارة؟ 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 هل تذهب بالسيارة؟